شدارك مش تحمل روحك وصغارك مهرجان كنوليا عسلما عسلما أصدقائي وينما كنتوا في دياركم كل عادة جيدكم أنا و توتا بحكاية جديدة في الحلقة الرابعة من كيتس كيتس تابعونا وإن شاء الله تعجبكم حكايتنا اليوم جيدكم بش نحكي لكم على حكاية المهرج في بلصة بعيدة دعم العالم كيف المبدينة كيف المدن الكل سكانها في الصيف يحبوا التحويس ويمشوا للبحر ويحبوا التفرهيد في الصيف هذا الصقيناه يستنوا في حاجة جديدة أي حاجة جديدة وفرحانين بها بارشة بارشة يستنوا في العرض متع السيرك فيما السيرك يأتي للمدينة هذه في الصيف يحفظها السيرك هذا يدوم سبعيان السيرك هذا يعمله في وسط مهرجان كيف المهرجان بتاعنا مهرجان كونوليا لكن المهرجان هذا ليس على الانترنت المهرجان هذا بالرسمي السيرك هذا يعمل في الصيف حيوانات همزيينة ويعمل في المهرج Or出م الكلون هاي هذا المهرج ويعمل في ميهرجان وفي الصيف حيوانات وفي الصيف حيوانات كونوليا جاءوا وحضروا بارشة جمهور من بين مسحابنا محمود ورامي ومحمد ووردة اللي حكينا عليهم في الحلقات اللي فاتوا جاءوا بشي حضروا على عرض انت عسيرك بدأ العرض خرجوا الحيوانات اللي ضحكوا القروضة الفيولة الدببة وخرج معهم زيدة صديقنا المهرج بدأ يعمل في بارشة حركات الضحك مرأة يتشقلب مرأة ينقص والجمهور ميت علي بالضحك الجمهور كله شيخ عن المهرج وهو كيف كيف شيخ معهم وفي العرض وصديق للمهرج كالعادة خرج مسيرك بشي تصور مع اصدقاء واللي يحبوا يتصوروا معه واللي يشايفين عليه كممستانس ديما يعمل في العروض انطاعوا خرج المرأة هذي المهرج بشي تصور وهو يتصور هكيكو معاه صغار وفرحانين وكل شيء ويسمع من بحيط في جماعة يتمتمه يتكلموا عليه بالخايب كيفيش حسب رأيكم بالخايب قالوا ملا خدمة يخدم فيها سلمهرجة توا نرمال معناها في الدنيا فما عبد يخدم مهرجة مهرج بضحك في العباد ممسطة الخدمة هذي بصراحة وملا خدمة تظهر مش مهرجة وملا خدمة يتكلموا عزن برشا وتقلق لا يتمنح فيه حياته وتقلق صي المهرج وقرر وقتها انه بشي بطل الخدمة أي ما عادش فيها جملة ما هوش يخدم الخدمة هذي مرة أخرى نحل الحوايج نحل الحالة نحل الخشن منتعي الكلون وتنحل كل حاجة تخص الخدمة هذي نحل تبشه ذاكا ورجع به لبسته العادية وخرج من البلاسة اللي فيها السيارك ومشى قرر انه باش يمشي يلوج على خدمة اخرى غير الخدمة بتاع المهرج اللي العباد تستخف بها وتضحك عليها مشى 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 وفي نهار طاح الليل وصديقنا المهرج مازال يلوج على خدمة كل مرة يفركز في حاجة وشاي كل بلاسة يمشي لها يا مسكرا يا متعجبوش الخدمة يا هما ما يقبلوش هو هكاك وطاحشي الليل المهرج جاع لكن المشكل انه ما عنده حتى فرنك في جيبه خرج مسيرك هو متغشج وما عنده حتى فرنك بخامة كيفش بشي يعمل يويله جعان يويله جاه النوم يويله تحب من المشي وهو هكاك يمشي والمح حاجة تضوي من بعيد حنوط يظهر لي بقى يغزروا لها شنوال حنوط هذا شنية شنية اه هاو طلع ريستوران فكرة مزيانة بارشا ريستوران ينجم يتعشى فيه وينجم في نفس الوقت بما انه ما عنده فلوس بشي يتعشى يطلب من مولا ريستوران انه يخدمه وفي المقابل يمشي يتعشى بحذاه وكان نجم يدبر بيته يولي بيت زيته بحذاه خاطر ما عنده من بشي يسكن في البلاسة هذه مش ينسي المهرج تخلي الريستوران سلم على مولا ريستوران وطلب منه الحكاية هذه استغرب مولا ريستوران لكنه مرفضش الطلب بخاطر يساعده انه انسان يجي يخدم عنده اه قالوا باهي اوكي نجم نعشيك ومبيتك لهنا لكن لازمك تخدم حاجه انا مستحقها وين اليوم انا مستحق في ريستوران تاي عبدي طيب نجمك الطيب مثلا تعمل بيتزا تنجم ياخي قالوا موهرج بيتزا 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 قالوا كنتي ما تعملش بيتزا بيتزا تعملش على استغرق صندويتي شيت تعمل صندويتي شيت اه Kiwi اوكي مل كيف كيف ما نجم نعمل صندويتي شيت قالوا بجهة ربي جايني الهناية علاش معناها اي انا شنو بش نخدمك الهناية اوحشدي بيك الطيب كنتي ما تنجمش الطيب اي اوكي نجم تختم الهناية بحذاه المهرج ما زيد مع الراجل حتى كلمة وفهم انه مستحيل نجم يخدم بحضاه ومستحيل انه بيته وهو ما ينجمش يعمل حاجة هذو ما هز روح هو مشاه وكمل تريك ومازال يخمم محتار يويله جعان يويله يحب يدبر خدمه ومباته في نفس الوقت زادت بردة الدنيا زاد هو تعب اكثر وخمم في حل حل يجرب يعمله انه هو يمشي للسيرك ووقتي بدأ العرض يحضر مع الجمهور بما انه هو موش لبس لبسه متاع المهرج حتى حد مو بشي شلق به ووقت هنجم يحضر العرض وكيف العرض وجمهور يروحه هو يبقى في السيرك بالسرقة وحد ما يشلق به ويبيت غادي وذلك اللي صار المهرج مشاه للعرض متاع السيرك الثاني تخل بين الجمهور مشاه يتفرج في صحابه وشيخ علخر عليهم يشوف فيهم كيف ينجزوا ويشتحوا ويعمل في الموسيقى ويضحكوا في الجمهور هو بيدوا تفرج ويضحك على صحابه خاطر اول مرة في حيث ويتفرج في العرض من بعيد مع الجمهور معناها مشكة مديمة مستينس يمثل ويضحك وكل شيء وهو حكاكا يتفرج وشيخ أو يسمع في صوت ابنية صغيرة تبكي تلفل ماذا هو الحكاية؟ شبيه تبكي الطفلة صغيرة كل شيخين هناك؟ قالها بنتي شبيك يا أخي؟ البنية ظهرت صاحبتنا وردة هي وردة جيت تحت الرزادة في العرض وتبكي، لماذا زعمة وردة حزينة؟ وردة حزينة وتبكي خاطر قتله يا عمي أنا راني جيت بالذمة على أساس بشي نتفرج في صاحبي المهرج لكن ما جيش اليوم هو ورد حزينة على الأخر خاطر جيت على خاطره استغرب المهرج، استغرب وفي نفس الوقت فرح هي فرح خاطر سمع الكلام هذا، ما كانش في بالو انه فام مع باد تجيب الظمة وشيخح ليه، فرح وحبي يفرح الطفلة معه زادة يا اخي قال لها لا تبكي، ليه مشكل، المهرج راوه يجي درجين اخرين أين يفعل زادة صاحبنا له وفي نفس الوقت يجري 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 و تبصي اللبسة توفيده، تبصي للمهرج، و تقوم ليه من الأخشام الأحمر و تقوم لك شعر الملون، و تقوم ليه من العرض و يبدأ الزحك في الجمهور ثقبت صاحبتنا وردة برشا وهو شيخ تقارد في الفرحة كيفيرا سأتي المهرج صاحبها وتعادى العرض مزيان الجمهور كله فرح بالمهرج كيخرج ورميلو الورد فرح وصف وظفر والشيخ هو طار بالفرحة وفهم انه الخدمة متاعه هذي ماهيش خدمة ينجمو الناس يضحكوا عليه فيها بحاجة خايبة لكن لاهو ما يضحكوا خاطرهم متفرهدين وشيخين وانه خدمته زادر لازموا يتشرف بها ولهنا يتوفى حكايتنا انتاع صديقنا المهرج ان شاء الله تكونوا شيخته ان شاء الله تكونوا تفرهدته حكايت المهرج وحكايتنا اليوم وفات لكنها علمتنا شنو معناها انك تقبل خدمتك وتشيخ عليها وتعمل كل حاجة بمحبة يعني الخدمة اللي تخدم فيها والقراءة اللي تقرأ فيها ما تعملها كان ما تكون تحبها وتكون متشرف بها وما يهمكش في الكلام الخايب خاطر الكلام الخايب باش تسمعه سواء ان كنت ناجح سواء ان كنت مكش ناجح المفيد انك تكون متأكد من روحك وواثق من روحك انك تعمل في الحاجات هذو ملكون بمحبة اليوم حلقتنا الرابعة من كي تسكي تسوفيك ان شاء الله تكونوا تفرهدتوا برشا معنا وكل عادة تنجموا تشاركونا في القصة متاعنا تعملوا الرسوم تختاروا مشهد من المشاهد متاع القصة ترسموه على ورقة ولا على الورديناتور وتبعثونا على الباج متاع الفستيفال وكان عجبتكم الحلقة متاعنا ما تنسوناش بالليجة من متاعكم وليجة دار برشا برشا قلوب عملوهم لنا باي 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 ترجمة نانسي قنقر